فجة كبيرة أحدثها مدرس فيزياء في أحد المعاهد الخاصة في العراق علي الخاقاني مدرس محبوب من طلابه وطالباته تصدر تريند على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو لحفلة يبدو أنها توديعية للمدرس داخل المعاهد كانت الطالبات تبكين دمعهن كانت لا تتوقف بينما كان هو في وسطهن حاملا ورد حمراء ليس هذا فقط مقطع الفيديو الذي استفز عددا من العراقيين انتشر أيضا مقطع فيديو آخر قال فيه الأستاذ وهو يمازح طلابه كلم بذي نتابع بسبب هذه الفيديوهات قرر وزير التربية تشكيل لجنة حقيقية عليا ومعاقبة وسحب الصفة التربوية من مدرس الفيزياء علي الخاقاني بسبب ما اعتبره إساءة لقدسية مهنة التعليم والذوق العام كالرد على هذا القرار نظمت وقفة تضامنية مع الأستاذ مدافع عنه شارك فيها بعض من زملائه وطلابه وطالباته وأيضا أولياء الأمور وخرج كذلك أستاذ الفيزياء ليرد على كل هذه الضجة التي وقعت ويقول أنه ليس بإمام ولا نبي نستمع على مواقع تواصل الإجتماعي كان هناك الكثير من الجدل هناك من وافق على قرار وزير التربية وهناك من دافع على المدرس تخيل عزيزي أولياء أمور خرجوا لمساندة أستاذ منحرف يزيد انحراف أولادهم بدلا من أن يربيهم ويوجههم للطريق الصحيح هزولات بينما هناك من قال أن الأستاذ ناجح ومحبوب وبالعكس هو يشرف ويخدم المؤسسة التربوية ولا يسيء لها كتبت مرام هاشتاك كلنا علي فلاح الخاقاني كلنا علي الخاقاني التربية اتوقف مدرس ناجح بشغله ومخرج أجيال كلهم تكاترى ومهندسين وغيره إذا التربية تريد تحقق القانون خلي تجي تشوف المدرس وشنو متطلبات الطلاب عادي طالب ما عنده رحلة ولا كتاب لو عادي مدرس يضرب طالب شنو ما حد يتخذ قرار بحق هذولا فشاركونا أنتم بآرائكم هل تعتقدون أن الأستاذ يستحق فعلا الفصل